في امبارات اليوم بعد امبارات الفتح الحزم والفتح انتقد سلمان المالك رئيس نادي الحزم الاداء التحكيمي في امبارات فريق قدم فتح وقال في حسابه في تويتر مصخرة ما بعدها مصخرة حسبنا الله ونعم الوكيل نخطئ بعملنا ونتحمل مسؤولياته وتبعاته لكن اخطاء غيرنا من يتحملها ويعوضنا ليست الاولى ولا الثانية فهذا التحكيم الفاشل لن نتطور بهذا بهذا التحكيم الفاشل لن نتطور سمو الوزير كرة الثلج بدأت تكبر والشك بدأ يدخل قلوب الكثيرين من ما نشاهد والاندية لا ترجي الا الانصاف والعدل من كافة النواحي ولا نثق وإلا بك طبعا نيذكر نمبرات الحزم والفتح دارها طاقم تحكيم سعودي بطاق قيادة خالد الطريس لما اقرأت انا ما لوم من استاذ سلمان المالك وضع الحزم صعب لكن لما نشوف الترتيب يعني احنا ما نتكلم عن حالة استثنائية للحزم يعني ترتيب الدوري ناتي الحزم لاعب 21 مباراة فايز في ثلاث مباريات فقط تعادل في خمس وخسر 13 مباراة يعني من يعني من 21 مباراة 21 مباراة تجيب لك كم تجيب لك 63 نقطة من 63 نقطة الفريق جايب 14 نقطة يعني 49 واربعين نقطة فقدها الحزم اني اخليها على التحكيم يعني ارجو الان استاذ سلمان يعذرني ما ما تزبط يعني العرف لو كان الفريق يعني فايز مثلا من ال 21 مباراة فايز مثلا نقول زي التعاون فايز في خمس متعادل في سبع خسران تسع تمشي يعني نقول والله بعض المباريات اثر فيها التحكيم لكن الحزم اكثر فريق خسر في الدوري خسران 13 مباراة ما اخذ في شباكة 27 هدف ومسجل 15 هدف كاضعف خط هجوم في الدوري اكثر فريق متعرض الهزايم اقل الفرق تحقيقا للفوز اشتركوا في القناة